في هذه الحصة سوف نضع على مفهوم إشارة عدد جدري في الفرنسية نقوله بطبيعة الحال نضع الإشارة سوف نضع إشارة إما عدد موجب أو عدد سالب بطبيعة الحال لا نضع إلى السفر لأنه يعتبر موجب و سالب في نفس الوقت نتحدث عن أربعة عدد جدري سنحاول الربط بينها وبين الكلمتين إما بوزيتف أو موجب يعني إما موجب إما سالب سنحاول معرفة هل العدد ناقذ سبالة ثلاثة هو عدد جدري موجب أم هو عدد جدري سالب هل نضع إشارة إشارة نوع بوزيتف أو نضع إشارة نوع بوزيتف بطبيعة الحال تقنية معروفة لتحديد إشارة العدد جدري يكفي أن نقارن إشارتي للبسط والمقام إذا كان للبسط والمقام نفس الإشارة فإن العدد الجدري سيكون موجبان وإذا كان البسط والمقام مختلفة للإشارة فإن العدد الجدري سيكون سالبا ولكن هناك بعض الحالات التي تختلفوا يعني تحتاج إلى تدقيق أكثر نأخذ البسط الأول نقص سبعة إلى ثلاثة نقص سبعة ثلاثة هنا نلاحظ أن البسط نقص سبعة والمقام ثلاثة ليس لهما نوصل إشارة وبالتالي سنقول مباشرة أن هذا العدد الجدري هو عدد جدري سالب نقص سبعة ثلاثة نقص سبعة ثلاثة نفس الطريقة سنقوم بتحديد إشارة العدد الثاني خمسة على ناقص ثلاثة نلاحظ أن العدد خمسة نقول عليه الفرنسية والمقام ناقص ثلاثة لديناميناتور هذا موجب والمقام عبارة عن عدد سالب وبالتالي فإن العدد الجدري خمسة على ناقص ثلاثة هو كذلك عدد جدري سالب لأن الوصل والمقام مختلفة هنا سنمر للعدد الثالث ناقص ثلاثة نراحظ هنا أن العدد ناقص Week والمقام ي short ولهنه ناس الإشارة وبالتالي يمكنها القول مباشرة بأن العدد الجدري هو عدد جدري موجب لكن هنا يمكننا التبسيط للتخلص من الإشارات يمكننا التبسيط ونقوم بإنزال الإشارة المتواجدة في البسط إلى المقام راحظ معي هنا وقمت من إنزال الإشارة التي كانت في البسط إلى المقام ويمتنا فياعد ذلك طبيعة الحال. وبعد التبسيط سنحصل على العدد ستة الى واحد وتسى. وبطريقة اخرى بطريقة رياضية ناقص ستة هي ستة في ناقص واحد. وني واحدة وتلاتون هي واحد وتلاتون في ناقص واحد ويمكن ناختزال بناقص واحد فنحصل على العدد ستة على واحد وثلاتون. هذا العدد الجديد. هنا أصبح لدينا الان ستة موجة. والمقام كذلك واحد وثلاتون موجة. فإن العدد الجدري هو عدد جدري موجب بطبيعة الحال يمكننا الإجابة عن السؤال مباشرة لأن البسط والمقام لهما نفس الإشارة هذا يعني أن العدد الجدري هو عدد جدري موجب المثال الأخير هنا نختلف الأمثلة السابقة ناقص 4 ناقص أولا مع الخط ناقص ناقص 4-7 أولا بتحديد إشارة هذا العدد أنسحكم بتحديد إشارة ناقص 4-7 ثم بعدها استنتاج اشارة العدد ناقص ناقص اربعة ناقص سبعة. نلاحظ ان ناقص اربعة على ناقص سبعة بمعنى البصل المقام له اشارة فهذا يعني ان العدد ناقص اربعة على ناقص سبعة هو عدد جدري موجة. وعندما نقوم باضافة الاشارة المتواجدة هنا مع خط الكسر. فاننا سنحصل على عدد جدري سالي. يمكننا التبسيط. ستخلص من الاشارات الزائدة. اولا سنقوم باستحب الاشارة المتواجدة مع العدد ناقص اربعة. وهنا ناقص اربعة ما هي الا اربعة في ناقص واحد. ويمكننا استحب هذه الاشارة الى خط الكسر. فنحصل هنا على ناقص واحد في ناقص واحد التي تساوي بطبيعة الحال واحد. ويتبقى لدينا اربعة على ناقص سبعة. نراحظ الان.